طبعاً يعني الزملاء استفادوا في نقاط كثيرة همة بس أنا حابة أخذ من كلمة حضرتك قلتها وهو أنه تنحية الايديولوجية الحزبية جانباً هو الحقيقة اللي بيحصل العكس تماماً لسبب مهم إن لم يحدث هذا فإحنا بننفي الغرض أصلاً من اجتماعنا في مظلة واحدة وهو أنه أنا محتاج أعرف كويس الايديولوجيات المختلفة ده بيضيد أو بينعكس على ايديولوجيتي أنا بشكل ثابت أكتر وده بنعكسه في الصالونات اللي بتبقى جايبة الأطياف المختلفة في المناظرات حديثاً يعني الفكرة كلها إنه كيف تحاجج الآخر بناء على منطق ومنطق رشيد أنا اشتغلت في المجتمع المدني مش انتبعات يعني أو أفكار مسبقة اشتغلت في المجتمع المدني واشتغلت في القطع الخاص اشتغلت في وظائف كتيرة قبل ما أكون موجودة عضو في البرلمان الشاهد من الأمر أنه السياسات هي الباب الرئيسي للإصلاح السياسي والإصلاح السياسي مرتبط ارتباط وثيق جداً بالإصلاح المجتمعي وبالإصلاح بشكله العام يعني لو بتكلم نهارده على سياسات تعليم أو صحة حاجة تمس كل بيت مصري حاجة تمس كل مواطن يحمل جنسية هذه البلاد إيه اللي يدينا الضمانة الحقيقية أننا نوصل لسياسات أفضل أنه يكون عند حضرتك سياسيين قادرين على أنهم يستوعبوا ده مؤهلين بشكل كفاية قيادات جوه أحزابهم يمثلون أيديولوجياتهم بشكل جاد يعني إذا التنسيقية نجحت في شيء أنا نائب رئيس الحزب المصري ديمقراطي الاجتماعي أزعم أنه الفترة يمكن اللي كانت قبل انتخابات الحزب بتاعتي اللي قضيتها في التنسيقية هي جنب الخبرات السياسية كمان نقلت لي الكتير قوي من الخبرات الشخصية لأنه بعد الفترة اللي فاتت والعثرات الكثيرة اللي مر بيها المجتمع المصري سياسياً واللي كان بعضها عاصف رجعوا الناس تاني جوه صوامعهم وبقى فيه مشكلة في التواصل الجاد بتكلم تحديداً على مستوى السياسات وبقى فيه تعصب أكتر للفكرة أو للرأي إيه المطلوبة علشان نعرف نرجع نتكلم مع بعض تاني هو إرساء حالة الحوار وبشير هنا بعد فترة القسام حادة في المجتمع هي دي الفكرة ما بقاش حتى فيه مقدرة على أنه أسمع أسمع مش بقول لحضرتك أسمع رأي مخالف أسمع رأي مخالف وقدر أفنده ويبقى عندي حجة رشيدة وأنا برد عليه وده مهم قوي لأنه مفتقر إليه يعني الوقت طويل جداً وخمس سنين في عمر زي ما حضرتك يمكن ذكرت في عمر التجارب السياسية يعني ولا حاجة يعني إحنا بنقول حرف الباق في بسم الله فالنهاردة علشان يكون عندي على الأقل أقول لك الحاجة أنا ما كنتش متوقعة أنه وأنا دخلة التنسئية لأ أنا كنت يعني أنت عارف اللي بيبقى جاي يمكن من أيديولوجيا مختلفة شوية بيبقى متحسب أنه متوجز خيفة متوجز خيفة ده حقيقي أنه الرأي الآخر طب هعمل الأغلبية هتعمل فيها إيه بما أني الأقلية فلا بالعكس يمكن كان فيه بنى حقيقي لفكرة عرضي أنا للي ما أؤمن به والأفكار حزبي ووقت طويل جدا جدا هذه النقاشات يمكن خلقت حالة حوارية وصدرت مساحة مشترك هو ده اللي احنا خدناه يمكن شعار للحوار الوطني مساحات المشترك إزاي احنا باختلاف كل حاجة باختلاف ما نعتقده وباختلاف تجاربنا الحياتية وتجاربنا السياسية نلاقي مساحية بالمناسبة المسألة دي صعبة قوي يعني ما هيش حاجة سهلة وجهة نظرك لما فيه الصالح هي اختلف عن وجهة نظري عن سات النائب علاء بالزبط بالزبط ويمكن في أول الأيام في وجودنا في مجلس النواب أو في المجلس النائبية بشكل عام كان فيه من العمى من النواب غالبيتهم يعني حالة من العدم الفهم اللي هو أنتوا كلكوا لابسين نفس الدبوس بس حد بيطلع يرفض مشروع قانون وحد بيطلع يوافق على مشروع قانون فهمونا بقى القصة وده هو كان صعب حقيقي يعني الانقسامات وفكرة أنه كل حد بيعتد برأيه للنهاية مساحة التفاهم أقل دي كانت حالة إحنا محتاجين نكسرها التجربة لها إيجابيات كتيرة جدا لها سلبيات طول الوقت بنحاول إن إحنا نحسنها ونسمع أراء الآخرين بس في مجماليها الحقيقة أو إن إحنا حتى النهاردة وقفين في الحوار الوطني بعد سنة من انطلاقه في منصة حوارية حقيقية يعني أنا يوم افتتاح الحوار الوطني أنا شفت في القاعة مصر بشكل ما أو بآخر شفت إنعكاس للخيط السياسي والخيط المجتمع يعني لكل الأطياف حتى النقابات كانت موجودة حتى يعني النماذج البارزة في المجتمع المدني كل المكونات صح اللي بتخلق مفرج عنهم حديثا من المحظوصين ودي من أهم الحاجات بالمناسبة ودي من أهم الحاجات بالمناسبة أسماء ما كناش هتخيل إنهم ما يكون موجودة وكانوا غيبين أنا عايز تكلم عن ده أنا هتكلم إزاي غير لو أنا ضامن إنه حريتي وأمني موجودين دي كمان دي كمان شيء مؤسس جدا لنجاح الحالة الحوارية دي أو لأننا فعلا نكون بنا تقدم في مصاري الإصلاح السياسي بخطة وفقة أنا سعيدة إنه بقى في حركة للشباب طبعا هي أوليلة قوي أنا لسه مش سعيدة خالص بوجود الشباب في الحاس يا سيف مصر يعني أنا أنا تجربة التنسيئة مقدرة للغاية شجعت شباب كتير إنهم يرجعوا يدوروا على أحزاب يعني أنا بيجي لي رسائل كتير جدا وبيجي الحزب يمكن من شباب رسائل إنه طب هو أنتوا أفكاركم إيه برنامجكم إيه عايزين ننضم وبيبقى بعضهم عايز ننضم مباشرة للتنسيئية يعني التجربة دي شجعت وفتحت شهية شباب كتير إنهم يبقوا موجودين من خلال قنوات حزبية لا نكسب حد زيته مثمن للغاية لأنه حالة الأحزاب كنا بنقول بقالنا من كام سنة كنا بنقول عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية وفين الشباب فين الشباب لا نافذة لوجود الشباب مش هنا خطوة بس لسه طريق قويل جدا لأنه هذا المجتمع قوام مجتمع شاب قوامه الشباب وحركة الشاب اللي بيبقى موجود في البيت بيحرك الأب والأم وبيخلق الحالة وهو اللي موجود في الجامعة وهو اللي بيشتغل فهو بيخلق الرأي العام جوه الأسرة يعني فالحقيقة أنه يكون فيه رغبة تانية في المشاركة في الشأن العام وحتى أعمار الشباب يمكن اللي بشوفهم أو فيه تمثيل جيد جدا للشباب في الحوار الوطني دي حاجة مبشرة وهمة علشان نرجع تاني نشوف الشباب موجود في الشأن العام مهتم ليه صوت ليه صوت دي يترتب عليها أنه يبقى ممثل في السياسات التي تصنع ولا أنا بشوفها دايما الأصل في إصلاح كل الأمور عظيم عظيم أحيى حضرتك طيب